هل سيعود الإغلاق العام ونحبس في البيوت من جديد؟ نخزن الطعام والشراب، نجهز البشار للأفلام والمسلسلات هل ستخلو الشوارع والساحات وتمتلئ المستشفيات بالمرضى؟ مرضى كورونا مجدداً بسبب الإصدار الجديد من كورونا تحت اسم أوميكرو الإجابات تعتمد على عدة عناصر هل المتحور أوميكرو القاتل؟ هل هو أكثر قدرة على العدوى والانتشار؟ هل اللقاحات المتوفرة فعالة ضده؟ الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفاني بانسل رجح أن تكون اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19 أقل فعالية ضد المتحور أوميكرون هذا ما قاله لقناة سي أم بي سي أمريكية لا أعتقد أن كثيراً من الناس توقعوا هذه القفز الكبيرة في تطور متحور واحد ما نعرفه هو أن الإصابات به تأتي على حساب الإصابات بمتحور دلتا في جنوب أفريقيا بسرعة كبيرة نعتقد أن هذا الفيروس شديد العدوى ونحتاج الحصول على مزيد من البيانات لتأكيد هذا الأمر من المحتمل جداً أن تنخفض فعالية جميع اللقاحات أمامه إلا أنه يجب انتظار البيانات لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحاً ومقدار انخفاض الفعالية حالة عدم اليقين بسبب العدد الكبير من الطفرات الحاصلة في المتحور الجديد هناك خمس متحورات لفيروس كورونا تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها مثيرة للقلق هي ألفة المكتشف في بريطانيا بيتا في جنوب أفريقيا جاما في البرازيل وأيضاً لدينا في الهند دلتا أحدثهم أوميكرون وتم اكتشافه في جنوب أفريقيا أيضاً ويبدو أنه يقف وراء ارتفاع عدد الإصابات في تلك البلاد اللقاحات الحالية تحفز جهاز المناع لتمييز البروتين الشوكي الموجود على سطح الفيروس بالرغم من الطفرات التي قد تطرأ على الفيروس لكن اللقاحات ما زالت فعالة ضدها متحول دلتا الذي اجتاح العالم يحتوي على عشر طفرات في البروتين الشوكي أما المتحول أوميكرون فهي يحتوي على خمسين طفرات جديدة ثلاثون منها من الطفرات في البروتين الشوكي هذا مقلق جداً بما أنه تمكن الفيروس من اختراق دفاعات الجسم ويسبب الإصابة قبل أن تتمكن الإجسام المضادة من صده هذه بعض ردود الفعل على الأخبار الجديدة حساب تويت يقول معناته أن اللقاح اللي بنتجونا الآن بيكون غير فعال المتحولات القادمة وأنتم تنتجون وتحصلون فلوس مع كل متحور وإجسامنا تاكلها كل مرة غازي يقول هذا يؤكد ضرورة مركز الأبحاث السعودي لصناعة اللقاحات وتخصيص العلماء والباحثين الوطنيين والاكتفاء الذاتي نور لديها تغريدة تقول فيها أصبح صناعة الدواء هي المحرك الاقتصادي لبعض الدول ولا يستبعد أن تكون هي سبب تطوير الفيروس ونشره في كل مكان تراجع في الجائحة عبدو يقول شركة الأدوية بتصدر الخوف للناس عشان تحقق مبيعات أكبر وأرباح أكبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد على أهمية المضي قدما ببرامج التلقيح حول العالم ودعا إلى اتفاق جديد حول الأوبئة كما أشارت أيضا أن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك أشار إلى أن حظر السفر على دولين في جنوب أفريقيا يعد عقوبة جماعية وشدد على اتباع أساليب وقائية أكثر علمية يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ بشأن عزلة دول جنوب أفريقيا بسبب قيود السفر الجديدة المعدل المنخفض للتلقيح يعد أرضا خصبة للمتحورات ولا يمكن إلقاء اللوم على شعوب أفريقيا بسبب انخفاض التلقيح المتاح ولا ينبغي معاقبتهم على الكشف عن المعلومات العلمية والصحية المهمة ومشاركتها مع العالم نعتقد أن هناك المزيد من الحلول المستندة إلى العلم مثل زيادة الاقتبارات والخضوع للحجر الصحي إلا أن الحظر الشامل لبعض المواطنين يعد من أشكال العقاب الجماعي شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها